السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت من نملة تكونوا باخير والاخير. اليوم ان شاء الله سنخيطوا السروال بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله اليوم نشارك معكم الطريقة دياله والقواعد كاملة. اول حاجة نبدأ على بركات الله. طوينا التوب على زوج. ونحضو الحاشية ديال التوب. ونبدأ ناخدو العبار ديال الصمتة. يعني لاستيك. بالاصل اللي غنديرو فيها لاستيك. هادا كالعرض انا قدرت فيه 6 سنتيم. كيبقى لكم الاختيار على حساب لاستيك اللي غدا نتخدمو به. انا عندي لاستيك فيه 3 سنتيم. يعني اي لاستيك غديرو كتخليو الدوبل دياله. مثلا غديرو لاستيك فيه 3 سنتيم. كتخليو 6 سنتيم. دابا بعد ما حددنا البلاصة ديال الصمتة. نقدوزو ناخدو طول اللي عندنا. طول كل. من بعد مني كان اخدو طول كل. كان اخدو الدورة ديال الحوض. الدورة ديال الحوض كندوو 0.7 الى الحوض. وكان قسموه الى 4. هادا كالربع دياله هو اللي كان نزلو به هنايا. واضح. دابا عندما بعد ما تنزلنا بالدورة ديال الحوض. انا جاتني فيه نضيفها 29 سنتيم نضيفها كخط مستقيم من بعد هذه الدورة الحوض كان لديكم كثيرا ونريدون أن تقوموا بسرعة لاصخ كانت تخرجوا بهذه الدورة الربعة الحوض التي لديكم سوف تضيفها مرتاحا نضيفها على هذه الربعة الحوض نضيفها 1 سنتيم أنا من الفوق من الصمت تلاستيك لهذا الخط الذي قمت ونضيفها 一部 الربعة الحوض هل ستضيفها 1 سنتيم أي أنه لدي 3ن ونضيفها على الماء من هذا الماء نضيفها 4 سنتيم مفقدة اتحل الامام مثلا نضيفها ٣، نضيفها 3 الأمام نضيفها نضيفها بعد ذلك نضيفها نضيفها إلى الأمام ونقوم بشكل سنتيمونس ونقوم بشكل خط نأخذ من هذا الخط نقوم بشكل خمس سنتيم ونقوم بشكل نصف دعيرة ونقوم بشكل خط ونقوم بشكل نوقع يجب القهوين مثل هذه المسافة نقوم بب laugh كما نقوم بشكل خضم بعد حصل mise ونقوم بweisen سنأخذه ثاني هنا يا 18 سنتيم باش نهبطو بوحد الخط مستقيم تاني ناخدو من هنا يا 18 سنتيم باش يهبط لنا واحد الخط مستقيم باش يكون عندنا دي كافي الضغوة ديال السروال داب هاد الخط ضروري يكون عندنا فالأمام باش هو اللي غن ناخدو عليه آآ العرض ديال السروال من الاسفل باش العرض كيجي نأم قاد ديال السروال كيجينش سروال ضاير لها كولها كيجي مفتول ديب هاد الخط نهبطو حتى للتحد اللي حسب الطول اللي خضينا ديال السروال هانتو ما انا قلبت الكاميرا باش نكمل معاكم الخط ناريت راسي الطول اللي عندي دبعا نكملوا هاد الخط ضروري السروال من اللي غتعبرو الطول اللي عندكم كتكونوا عارفين وش غتديرو غير آآ آآ لغلي من التحد او لا تديروا لاستيك او شنو غتديرو بانضة كتكونوا عارفين مش تعرفوا زيادة اللي غدا نزيدو لكتو غتديرو لاستيك كتزيدو القيمة ديال لاستيك ومضوبة لعزوج ومالاحسن زيدو واحد سنتيم اه كتو غتديرو بانضة كتنقصو ديك ساعة ديال البانضة كتخلو غير سنتيم ديال الخياطة كتو غتديرو غير لغلي يعني غير العطفاء كتخليو القياس ديالها على حسب اللي بغيتو جو سنتيم ولا تحتل ثلاثة ولكتو غديرو غير سنتيم دابا هانتو ما بعد ما اخذينا هادك الخط يعني دك فيه الضغوة ديال السروال كنجو الاسفل ليل الرجل وكنناخدو العرض اللي بغينا انا هندير فيه من العرض من الاسفل ديالو 18 سنتيم يعني كناخد تسعود لسنتيم من هاد جهة و تسعود لسنتيم من الجهة الثانية باشكي هبط لنا السروال نيشان دغوة دابا هناخدو هادك النقطة اللي خضيناها في العرض ديال السروال من الاسفل غد نلاقيوها مع هاد النقطة انتو ما نوريكم واحد النقطة خضيتها من هنا ما ما صورتهاش لكم كانش دايرة لي عندي الكاميرا سحب ليرها صورتها هاد النقطة كان طلعو من هاد العلو هاد الحوض كنطلعو ب 8 سنتيم وكنضجو هاد النقطة وكنلىقو هادك النقطة ديال الاسفل مع هاد النقطة دابا غد نادوزو نديرو الخط ديال السروال من الداخل كنديرو الطول ديال الركبة يعني فيما كان عندنا الطول ديال الركبة شحل ما كان عندنا كنły تحديوه كندوزو هادك الخط دابا wedاك طول الديال الركبة بشره يعطينا العرض ديال السربال من جهة الركبة اخص ضروري يمكنوا عارفين طول دي الركبة في نجا تبهانتم غد نلاقي هاديك النقطة ديال الاسفل اللي عندنا مع هاد النقطة ديال لا فوق شلي عندنا من هنا من فوق وكن حدو وحد الخط وحد مقيطة في الخط ديال الركبة وغندخلو عليها بسنتيم كنظن ره واضح من بعد ملي حددنا هاديك النقطة ودخلنا عليها بسنتيم هاديك النقطة اللي دخلنا فيها غلاقيوها مع النقطة اللي عندنا في الاسفل يعني بخط مستقيم بالمستارة من بعد هاد النقطة اللي بقوا لنا علاقوهم بهاد المستارة اللي تتكون شوية ضايرة ما كتكونش ما كيكونش عدنا هاد الخط اللي هنا مستقيم دابها هو الامام عندنا واجد ديال السرواد يعني الربوعة ديالامام رهم واجدين دابها مبقالينا غير نقطعو وندوزو ونصيبو اربوعة ديال الخلف دابها دك آآ الخط السرواد بعد ما قطعناه كنسترو في هاداك الخط ديالامام حيث غندوزو في واحد الخياطة مثل ما تعطينا واحد ديال كورزوي كانت توب تاني على زوج وكنحطو عليه هاداك الربع ديالامام باش نخرجو من النوت الظهر يعني ضروري كنصبقوه الامام باش نخرجو الظهر دبا كانجيو لهاديك النقطة اللي خضينات ديال اللي طلعنا بها من الحوض بثمانية سنتيم هانتو ما دبا راح اتراق لبت التوب بشي بالليكم مع التوب الاخر ما بقوش باينين هاد الخطوط هانتو ما نعودهم لكم هادا الخط اللول ديالحوض والخط الثاني اللي فوقه هو اللي كطلعت فيه بثمانية سنتيم دبا هاداك الخط كندخلو فيه بسنتيم وكنعلمو في آآ واضح؟ دابا هاداك النقطة غلقيهم مع بعضياتهم بهالطريقة هاداك النقطة اللي دخلنا فيها الفوق بثلاثة سنتيم وهاد النقطة اللي ديال تحت اللي دخلنا بسنتيم كنقلبو هاك كتوب وكنتراسي وفتوب تحتاني وهنا هي الفوق كنتلعو بواحد الربعة سنتيم هاديرا عندها القواعد ديالها ولكن غالبا ما كيكون غير الربعة خمسة ثلاثة عموية معنا من بعد ان شاء الله نشارك معكم القواعد ديال السرول وضروري هنالفوق كتكون عندنا زاوية قائمة دبا بعد ما طلعنا بهذا الخط غناخده عندنا الربعة ديال الصمطة من الفوق كان عبروه شحالتنا فيه عندنا فيه ثلاثة سنتيم وهي اللي عنا اخدوها من هاد النقطة وغندوزه على هاد النقطة ديال القنت وغنمشي ويعني ضروري هادا كالربعة ديال الامام ولا يكون عند نفس الصمطة ديال الخلف نفس العبار غلاقوا هادو كل نوقات مرضياتهم كيفما قلت لكم كيكون عندنا تموحد الخط مائل واضح كنتمنى الله الشرح يكون واضح وخاك نزرب عليكم شوية وان شاء الله دبا نعودو في فيديو واحد اخر وغتزيدو تفهموه كتر دبا هنتو ما حددنا قبل ما نزيدو هادك الربعة سنتيم اللي كنزلناها دبا هنير عندي انا خمسة سنتيم حيط الربعة سنتيم اللي كنزتها وسنتيم ديال الخياطة دبا هنتو ما من هادك يعني بحلية غلغي هادك الخمسة سنتيم يعني عنا عبر من الربع الاصلي اللي قبل ما نزيد وغاد نزيد عشرة سنتيم لا بغيتو تحسبو هادك خمسة سنتيم اللي كنت عندكم وضبلوها غدوبلوها بغيتو تحسبو من من الربع ديال الحوض قبل ما نزيدو هادك الزيادة كتحسبوها عشرة سنتيم هادك تهيير عندنا قاعدة كناخدو دورة ديال الحوض نص اربع ديالها كنقسموه على جوج وكننقسم منه جوج وهي هاد اللي كنخرجو هنا يفلا فوخش دابا كنشدو اه طول الركبة كننخرجو عليه بسنتيم وكنعبرو هادك المسافة اللي عندنا وهي اللي كنحطوها هنا اللي وليد كنزرب عليكم شوية دابا هادك المسافة غنقادوها هاد المستعرة لكن جي حاجة ما واضحة شخليوها ليفتع عليك وان شاء الله نعودها لكم في شي فيديو ما نفصل بش تفهموه مزيان هو السرولة راح سهل ولكن يخصوه ضروري شوية ديال التركيز لما مركزتوش غنمشي لكم كل شي بقيتو مركزين مع الخطوات وغادي الخطوة بخطوة غايجيكم مواضح بدا باع اللاقوا هاد النوقات مع بعضهم بهاد البروكي نعودة با عندنا واجد النصف الفوقاني ديال السرولة ببقى نغير نكمله هاد طول ديالو وزيادة اللي غنزيدو في الجناب نعمل هنا غنزيدو جوز سنتيم هنا احد الطول ديال ركبة غنزيدو سنتيم ومن الاسفل غنزيدو سنتيم 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 من اليمين وسنتيم من الشمال من الشمال نبغا نلاق هاد نقاط ما بداياتا مع هايك النقطة الفوقانية وغندوزو هاد النقطة الوسطانية والنقطة الحسنية ويمكن حاولوا اللاقعوهم. دابا اللاقعو النقاط مع رجل من التحت. طولة يكون عندنا نفس الطول اللي اخذيناه في الخلف هو اللي كان ناخدوه في الامر. ندور لكم الكاميرا الجهة الثانية للرجل من التحت. كيف سوف ناخدوه. مهمة ندور لكم الكاميرا الليمن والليسر. كيف سوف نرى العبارات كاملة. كيف سوف ناخدوه سنتيم من الليمن و سنتيم من الليسر. وغلقوا هذه النقاط الثانية مع بعض اياته. هكذا. وثاني اللاقعو نقاط للجهة الثانية. وهذا هو الخلف عندنا واجد. بقلينا هذا بغير نقطعه بعد ما نقاطه طول. وانتوما. كيف سوف نقاط لكم الاختلافات اللي كيكونوما بين الامام والخلف. بعد ما تراصينا كل شيء كنحيدو هذا الربع ديل الامام. ودبا نقطع هذا الربع ديل الخلف. وهذا هو الشكل النهائي ديل السروال بعد ما اخيطناه. وانتوما لستيك. قدرنا لي لستيك ديل ثلاثة سنتيم. جوي بات. ان شاء الله هادا بنشاركهم معكم في شي فيديو. هادو جيوبا عاديين. وكاين بسفد الانواع ديل الجياب اللي ممكن اننا نديروهم. قدرت لي هاد الخياطة الوسط ديل تقريبا. غيرو حد جوجد الميلي. ممكن نشدوها. ممكن ندوزو عليها الخياطة. هذا الخط اللي اتراسيتو معاكم. مره هو هادا كي هبط في الوسط ديل السروال. ورجلين من تحت ما كيكونوش عراضين بساف. ويمكن دا هو الشكل النهائي. كنتمنى منضع الفيديو للاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من لايكات وليكومونتر وإلى فيديو قادم بإذن الله.